السلام عليكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي نلتقل اليوم بإذن الله تعالى مع شرح وحل كتاب الدراسات الإسلامية للفصل الدراسي الثاني قسم التوحيد واليوم مع الدرس الرابع الخشوع والإنابة تعريف الخشوع الخشوع معناه يا أبنائي هو التذلل لعظمة الله تعالى أي الشعور بالذل أمام عظمة الله سبحانه وتعالى والخشوع عبادة قلبية عظيمة لا تصرف إلا لله عز وجل فالمسلم لا يخشع لغير الله تعالى قال الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين إذن الخشوع لله سبحانه وتعالى فقط أما الإنابة فالإنابة تعني الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستقامة على طاعته سبحانه وتعالى قال الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الإنابة أي الرجوع والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى نشاط قال الله تعالى وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ أستخرج من الآية الكريمة فائدة من فوائد الإنابة قال الله تعالى في آخر الآية وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابُ إذن هداية الله لمن أناب الفائدة الهداية لمن رجع إلى الله وتاب التقويم أعرف الخشوع قلنا الخشوع يا أبنائي هو التذلل لعظمة الله تعالى هذا هو تعريف الخشوع أما تعريف الإنابة فالإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والاستقامة على طاعته السؤال الثاني ما الدليل على ما يأتي الخشوع ما الدليل على الخشوع الدليل قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الدليل على الإنابة قول الله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له هكذا عزينا قد أنهينا هذا الدرس ألقاكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم الذبح لله لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ودعمونا بالإعجاب دمتم في أمان الله وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته